طبعاً أنا أعتقد أن الحقيقة بشكل عام الميزانية هي استكمال للأهداف التوسعية في سياسة المملكة التي حقيقة اعتدنا عليها في السنوات الأخيرة فيما يخص عملية التوسع في عملية الإنفاق أضف إلى ذلك أن الحقيقة هناك مبشرات كبيرة جداً فيما يخص القطاع غير النفطي وتوقعات نموه في السنوات القادمة بنسب الحقيقة أنا أعتقد أنها جداً رائعة بنتكلم على ما يقارب الأربعة بالمئة أيضاً فيما يخص العام 24 سيكون لدينا نعم عجز في الميزانية يعني متوقع أن يكون لدينا عجز في الميزانية إلا أنه أيضاً لدينا توقعات بأن يكون عندنا ارتفاع يتجاوز الثلاثة بالمئة فيما يخص الإيرادات غير النفطية أيضاً المؤشرات الرئيسية أنا أعتقد أن كل اقتصاد بيركز عليها منها مستويات الإنفاق الاستهلاكي فيها نمو مؤشرات البطالة الحمد لله اليوم بنتكلم على آخر تقرير كان صادر من الهيئة العامة للإحصاء كان بيشير إلى أن وصلنا إلى ما يقارب 7.1% نسبة البطالة بين السعوديين وإحنا نعرف أن المستهدف عندنا حوالي 7% فإحنا نعتبر حقيقة وصلنا إلى مستهدف الرؤية 2030 فيما يخص مستويات البطالة أيضاً نعرف أن القطاع النفطي كان يعاني في الفترات السابقة بسبب السياسات التي اتبعتها أوبيك أوبيك بلاس وأيضاً بسبب التخفيضات الطوعية التي قامت فيها المملكة لفترة زمنية أنا أعتقد أن هذا متوقع أنه يتحسن وهذا باللاحظ من خلال التوقعات في الموازنة في عام 25 حتى عام 27 كل هذه أنا أعتقد التوقعات تشير إلى أنه نحن مقبلين على أرقام جداً إيجابية بالإضافة وهذا هو المهم بالنسبة لنا مسألة إعادة أولويات الإنفاق هناك الكثير كان يتوقع أن المقصود ربما بإعادة أولويات الإنفاق أو سياسة إعادة الأولوية في مسألة الإنفاق أن يكون هناك تخفيض الحقيقة في مسألة الإنفاق الرأس مالي في السنوات القادمة لكن اللي نشوفه اليوم من خلال الموازنات الموجودة لا نازال لدينا الحقيقة عملية توسع في الإنفاق لكن التركيز اختلف اليوم إذا لم نركز أكثر فنركز على المشاريع التي يمكن إنجازها بشكل أسرع وبالتالي ستصبح رافد للاقتصاد الوطني في خلال السنوات قبل 2030 بالإضافة أنها ستمكن المستثمرين سواء كان المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي غير كذا أنا أعتقد أنه فعلاً نحن اليوم نلمس الإصلاحات التي قامت فيها المملكة في السنوات الأخيرة الحقيقة بشكل مباشر يعني مجموعة من الإصلاحات الكثيرة في كثير من القطاعات سواء كانت على مستوى القوانين والتشريعات اليوم قاعدين إحنا ما في شكل نلمس هذه النجاحات من خلال الأرقام التي حققناها في مؤشرات اقتصادية مهمة أو من خلال التوقعات التي وضعناها في السيناريوهات المختلفة سواء إذا كنا نتكلم على السيناريو المتوقع أو السيناريو الذي أشد تفاؤل أو السيناريو الحقيقة المتشائم في السيناريوهات الثلاثة التي توضحها اليوم الوزارة المالية كلها الحقيقة أنا أعتقد أنها مؤشرات إيجابية بالنسبة للمملكة وهذا هو المهم بالنسبة لنا في نهاية الأمر أن يكون هناك استمرارية في عملية النمو في الناتج المحلي أيضا أن يكون هناك فرص مستقبلية كبيرة جدا للمستثمرين وفرص أيضا لنمو الأنشطة غير النفطية في المقام الأول ترجمة نانسي قنقر